قادة تنظيم داعش في سوريا باتوا في مرمى التحالف الدولي ضد داعش مع تكثيف العمليات الخاصة للضعام وفي أجدد عملية عسكرية للتحالف تم اعتقال القيادي في التنظيم أحمد الكردي المعروف بوالي الرقة سابقا وذلك في عملية انزال جوي في جرابلوس بريف حلب الشرقي للعملية مشاهدين أهميتان الأولى أن التنظيم بات مكشوفا وثانية حجم المعلومات الاستخباراتية التي قد يكشف عنها قيادي التنظيم المعتقل فهل يدفع ذلك داعش لتغيير استراتيجيته؟ وهل ذلك ممكن وسط التطورات المتسارعة في الشمال السوري؟ ضيفنا من واشنطن مستشار الأمن القومي السابق لينكن بلومفيلد سيد بلومفيلد أهلا وسهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار هي ليست العملية الأولى بطبيعة الحال التي ينفذها التحالف عمليات مشابهة قام بها قتل خلالها كما كلنا يعلم زعيم التنظيم بعدها خليفته وبالتالي نتساءل من الذي تحققه هذه العمليات أو القضاء على قياديين في داعش أو حتى اليوم اعتقالهم تحياتي لك ولمشاهديك كما كان هناك تحالف دولي ضد داعش لعدة سنوات هذه العملية تهدف إلى حماية الأرواح المدنيين والأبرياء في الشرق الأوسط وأوروبا وفي العالم ضد الهجمات الإرهابية المحتملة التي يخططها داعش أعتقد أن الأثر المترتب على هذه العملية التي لم تؤدي إلى أي أضرار جانبية ولا أي إصابات مدنيين تم اعتقال الكردي وأثرها سيكون أن داعش سيكون عليها أن تكون أكثر حرصا ستكون أقل قدرة على التواصل وعلى نقل الأموال ونقل الإمدادات والتخطيط للعمليات الإرهابية هذا سيصعب عليهم الأمر كثيرا لأنهم يعرفون بأنه يتم مراقبتهم بشكل عن كثب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الأخرى سأعود للحديث عن هذا التنظيم وعن قدراته في هذه المرحلة بما أن الجانب الأمريكي لديها الكثير من المعلومات المتعلقة بمدى تمدد لكن خلينا نغوص قليلا في تفاصيل هذه العملية المرصد السوري لحقوق الإنسان قال أن العملية بدأت بهبوط مروحيتين قرب المنطقة المستهدفة بقرية الحميرة قرب الحدود التركية ويتحدث المرصد عن وقوع اشتباكات بين مسلحين مجهولين كانوا مختبئين في قرية بريف حلب أثناء مطاردة عناصر التحالف لهم انتهت العملية سيد بلومفيلد بإلقاء القبض على هذه الشخصية شو المعلومات المهمة التي يمكن لأحمد الكردي أن يقدمها للتحالف؟ على الأغلب سيكون لديه الكثير من المعلومات حول أولا هوية القيادات من المسؤولون عن المهام الأساسية فيما يتعلق بعمليات التطرفية ومن يتعاون معه ومن يدعمه وما إذا كان لديه فرق من الأشخاص الناشطين في الولايات المتحدة الأمريكية أو العراق أو أي دول أخرى إذن من الممكن بشكل كبير أن يكون هناك الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي ستساعد المجتمع الدولي على تعزيز دفاعاتها ضد أي هجمات إرهابية مستقبلية ما يمكن أن نقوله الآن هو أن الجنرال كوريلا عندما تأكد الأمر أشار إلى هؤلاء المقاتلين الذين ما زالوا موجودين في سوريا وما زالوا مسلحين وجاهزين أي أنه كان يعرف أن هناك خطر ما زال يحدق بنا فكان يعرف بأن داعش لازالت تمثل خطرا وعندما نجد شخصا مثل الكردي الذي تم اعتقاله ولديه سنوات طويلة من الخبرة فنحن مذلنا مجهودا كبيرا لإحتجازه حيا لم يقتلناه وإنما احتجازوه حيا وبالتالي الآن الهدف هو محاولة السعي للحصول على هذه المعلومات الاستخباراتية الثمينة إلى أي مدى يمكن القول سيد بلومفيلد أو إلى أي مدى يمكن تقييم وضع هذا التنظيم اليوم بعد سنوات على محاربته وبعض القضاء أيضا على أهم قياداته كان هناك مناقشات في واشنطن بشأن هذا الموضوع هناك الكثير من المخاوف لأن هناك عشرة الألاف من الرجال والأطفال والنساء الذين مازالوا معتقلين ولا يحصلون على تعليم مناسب وهناك خطر أن يكبر هؤلاء الأطفال ويصبحوا إرهابيين أو متطرفين وهناك تخوف من أن المجتمع الدولي يجب أن يتطرق إلى كيفية إرسال بعض من هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم الحكومات ربما سيكون عليها أن تقبل هؤلاء الأشخاص وإعادة إدماجهم في المجتمع وتعليم أطفالهم وإلا سيتحولون إلى متطرفين لأجيال قادمة السؤال الآخر الذي أود أن أطرحه هو متعلق بالسياسة الخارجية هو أن هذا الشخص كان يختبئ في منطقة مسيطرة عليها من الأتراك من المتمردون الأتراك في سوريا وفي الوقت الذي تعقد فيه تركيا مناقشات جادة بشأن انضمام دولتين إلى حلف شمال الإطلاسي من المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنسق مع تركيا وإنما قامت بإجراء عملية عسكرية بشكل منفرد لا أعرف ما معنى ذلك إذا كانت ربما أمريكا لا تعتقد بأن تركيا في هذه المرحلة شريك مناسب لإجراء هذا الأمر إشارتكم إلى هذا الموضوع ومكان تنفيذ هذه العملية فيه الكثير من الدلالات سيد بلومفلد وحضرتك كنت مستشار الأمن القومي السابق في الولايات المتحدة بطبيعة الحال سؤال أخير لكم أستفيد من وجودكم معنا متى يمكننا القول اليوم أن التنظيم داعش قد هزم هذا التصريح سيد بلومفلد استمعنا إليه مرات عديدة من قبل حكومات حتى من قبل إدارات أمريكية ليتبين بعدها أن هذا التنظيم لا يزال يحضر للانطلاق من جديد إن كان من خلال لربما العقول التي أشرت إليها والتي يمكن أن تعود لتنشر هذا الفكر في دول أخرى هذا سؤال جوهري للغاية لأن داعش وفكرته هو إيجاد شيء يختلف عن الأمن والنظام الدولي فهم يعتمدون على مفهوم ثوري يريدون استبدال وتدمير النظام الديني والنظام الأمني العالمي وبالتالي هذه المؤسسة والتنظيم الطريقة الوحيدة التي يمكن تدمير بها هذا التنظيم هو عدم إعطاؤهم أي أمل لإعادة تأسيس خلافة جديدة من منظورهم أو حتى أن يكون تنظيما منسق هذا الأمر قد يتخذ وقتا طويلا ولكن يجب أن نقطع هذا الالتزام بأننا سنقاوم داعش وننتيح لهم الفرصة لإنعاش وجودهم ولا يجب أن ننسى هؤلاء الأطفال والنساء الموجودون في هذا المعسكر ونخرجهم من هذا المكان مع إعادة إدماجهم في العالم المتحضر ولا يتحول إلى جيش جديد ينهط في المستقبل ويهدد أمن كل أصدقائنا وحلفائنا من سوريا ولبنان والعراق وما أبعد من ذلك شكرا جزيلا على المشاركة معنا من واشنطن مستشار الأمن القومي السابق لينكون بلينفلد